أهلا وسهلا بكم في درس جديد ومراجع عامة على أهم أسئلة مادة العلوم عندنا سؤال بيقول أكمل ما يأتي تقاص الكتلة بوحدة نقط أو نقط بينما يقاص الوزن بوحدة نقط أيوة تقاص الكتلة بوحدة الجرام أو الكيلو جرام بينما يقاص الوزن بوحدة النيوتن تقاص الكتلة باستخدام نقط بينما يقاص الوزن باستخدام نقط مين يقول معايا؟ أيوة تقاص الكتلة باستخدام الميزان ذو الكفتين بينما يقاص الوزن باستخدام الميزان الزنبركي الكتلة مقدار سابت لا يتغير بتغيرها أيوة المكان يبقى الكتلة مقدار سابت لا يتغير بتغير المكان يتوقف الوزن على نقط ونقط أيوة يتوقف الوزن على كتلة الكوكب الذي عليه الجسم والبعد عن مركز الأرض قوة جذب الأرض للجسم بتسميه أيوة الوزن كلما زاد كتلة الكوكب زادت نقط وزادت نقط الأجسام كلما زاد كتلة الكوكب زادت جاذبيته وزادت وزن الأجسام الشخص في الطائرة المرتفعة في الجو يقل نقط أيوة يقل وزنه النيوتن يساوي تقريبا وزن جسم كتلة نقط جرام النيوتن يساوي تقريبا وزن جسم كتلة 100 جرام النيوتن بيساوي إيه؟ 100 جرام زيادة كتلة الجسم تجعله يحتاج إلى نقط أكبر لتحريكه أيوة زيادة كتلة الجسم تجعله يحتاج إلى قوة أكبر لتحريكه وزن الجسم على سطح القمر نقط وزنه على الأرض مين يجاوب على النقطة دي؟ أيوة وزن الجسم على سطح القمر ستس وزنه على الأرض جميع المعادن نقط التوصيل للحرارة عايزين كلمة تتماشى مع هذه الجملة؟ أيوة جميع المعادن جيدة التوصيل للحرارة نقط يوصل الحرارة أسرع من الألمونيوم ما هو الشيء الذي يوصل الحرارة أسرع من الألمونيوم؟ نعم النحاس النحاس يوصل الحرارة أسرع من الألمونيوم من استخدامات المواد الموصلة للحرارة نقط أيوة من استخدام المواد الموصلة للحرارة صناعة أواني الطهي والغليات من المواد جيدة التوصيل للحرارة نقط ونقط نعم النحاس والألومنيوم من المواد رديئة التوصيل للحرارة نقط ونقط البلاستيك والخشب البلاستيك والخشب من المواد رديئة التوصيل للحرارة من استخدامات المواد رضيئة التوصيل الحراري نؤط ونؤط أي صناعة مقابد أوان الطهي والمفارش الهواء مادة النؤط التوصيل للحرارة الهواء مادة رضيئة التوصيل للحرارة في البلدان الباردة يترك نؤط بين لوحي الزجاج في صناعة النوافذ في البلدان الباردة يترك مسافات بين لوحي الزجاج في صناعة النوافذ يتدرج الترمومتر الطبي من نؤط إلى نؤط أي من 35 درجة إلى 42 درجة يوجد اختناق في الترمومتر نؤط أي يوجد في الترمومتر الطبي يوجد اختناق في الترمومتر يتدرج الترمومتر المئوي من نؤط إلى نؤط أي من صفر إلى 100 درجة الهواء مادة نؤط التوصيل للحرارة الهواء مادة رضيئة التوصيل للحرارة يستخدم الترمومتر المئوي في قياس درجة حرارة السوائل بينما يستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة الإنسان الترمومتر هو جهاز لقياس درجة الحرارة السائل المستخدم في الترمومترات هو الزئبق فكرة عمل الترمومترات تتوقف على نؤط أي تمدد السوائل بالحرارة توجد انبوبة نؤط داخل الانبوبة الزجاجية الشفافة في الترمومتر نعم توجد انبوبة شعرية داخل الانبوبة الزجاجية الشفافة في الترمومتر كل درجة في الترمومتر مقسمة إلى نؤط أجزاء كل درجة في الترمومتر مقسمة إلى عشرة أجزاء يبقى الزئبق سائل في درجة نؤط إلى نؤط سليزية أيوه يبقى الزئبق سائل في درجة 39 درجة إلى 357 درجة سليزية صمم العالم نؤط التدرج السليزي أيوه صمم العالم اندريس سليسيوس عام 1747 ميلاديا التدرج السليزي عرفته هو لي اسمه سليزي بناء أو نسبة على اسم العالم اندريس سليسيوس عام 1747 ميلاديا عندنا نوع تاني بيجي في الامتحان وبيقول لنا اكتب المصطلح العلمي ما هو المصطلح الذي يعبر عن مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؟ نعم الكتلة الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة قوة جذب الأرض للجسم وتؤثر دائما اتجاه الأرض أيوه الوزن الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم وتؤثر دائما في اتجاه الأرض وحدة قياس الكتلة وتكافؤ تقريبا كتلة لتر من الماء أيوه الكيلو جرام الكيلو جرام هي وحدة قياس الكتلة وتكافؤ تقريبا كتلة لتر من الماء وحدة قياس الوزن وتكافؤ وزن جسم كتلته 100 جرام وهو النيوتن النيوتن هي وحدة قياس الوزن وتكافؤ وزن جسم كتلة 100 جرام المواد التي تسمح بسرايان المواد خلالها هي مواد جيدة التوصيل للحرارة المواد جيدة التوصيل للحرارة هي المواد التي تسمح بسرايان المواد خلالها أسرع معدن يوصل الحرارة هو النحاس يبقى النحاس هو أسرع معدن يوصل الحرارة قوة جذب الأرض للجسم هي الوزن يبقى الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم المواد التي لا تسمح بسرايان الحرارة خلالها ما هي؟ أيوة رديئة التوصيل للحرارة رديئة التوصيل للحرارة هي المواد التي لا تسمح بسرايان الحرارة خلالها زيادة في حجم المعادن بالحرارة التمدد يبقى التمدد هو زيادة في حجم المعادن بالحرارة جهاز يستخدم في قياس درجات الحرارة نعم الترمومتر الترمومتر هو جهاز يستخدم في قياس درجات الحرارة هو نوع من الترمومترات يحتوي على اختناق ما هو الترمومتر الذي يحتوي على اختناق؟ الترمومتر الطبي يبقى الترمومتر الطبي هو نوع من الترمومترات يحتوي على اختناق نوع من الترمومترات تدريجه من صفر الى مئة درجة ما هو الترمومتر المئوي مواد يصنع منها مقابض اواني الطهي ما هي المواد؟ ايوه مواد رضيئة التوصيل للحرارة ترمومتر يستخدم لقياس درجة حرارة السوائل ما هو الترمومتر الذي يستخدم لقياس درجة حرارة السوائل؟ الترمومتر المئوي ترمومتر يستخدم لقياس درجة حرارة الانسان الترمومتر الطبي الترمومتر الذي يسمى بالترمومتر السليزيوسي يسمى الترمومتر المئوي. غاز عديم اللون والطعم والرائحة ويمثل واحد وعشرين في المية من حجم الهواء. ما هو? نعم الاكسجين. الاكسجين هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة ويمثل واحد وعشرين في المية من حجم الهواء. عملية اتحاد العناصر مع الاكسجين وينتج عنها ضوء وحرارة. هي عملية الاحتراق. عملية اتحاد العنصر مع الاوتو او الاكسجين وتتم ببطء وفي وجود رطوبة. هي عملية التأكسد. طبقة من الغلاف الجوي يتكون الجزء منها من ثلاث زرات اكسجين. وهي الازون. لها بدرجة حرارته تصل الى 3500 درجة. يستخدم في قطع ولحام المعادن وهي الاكسي اسيلين. عامل مساعد يساعد حلال فوق اكسيد الهايتروجين. ايوة ثاني اكسيد المنجنيز. مادة مهمة لحياة الكائنات الحية يدخل في تركيبها اوتو واتشتو. ها تسمى الماء. غاز معبأ في استوانات للغوص تحت الماء. ما هي الاكسجين. مادة تساعد على اتمام التفاعل الكيميائي دون تغير كميته وخواصه. هو الاكسجين. سؤال تاني بيجي في الامتحان وهو علل. علل كتلة الجسم مقدار سابت لا يتغير بتغير المكان. ايوة لان الكتلة لا تتأثر بالمكان وتتوقف على ما بها من مادة. علل الكتلة والحجم شيئان مختلفان. لان الكتلة عبارة عن المادة والحجم وما يشغله الجسم من فراغ. كتلة الجسم شيء مخالف الوزن نفس الجسم. ايوة لان الكتلة مقدار المادة والوزن مقدار جذب الارض. يستخدم الميزانزو الكفتين في قياس كتل الاجسام لانه عند التوازن بين الكفتين تكون كتلة الجسم مساوية لمجموع كتل الاسخال. كتل الجسم بالكيلو جرام تساوي عشر وزنه بالنيوتن تقريبا. لان وزن الجسم بالنيوتن بيساوي كتلة الجسم بالكيلو جرام في عشرة. اذا كتلة الجسم بالنيوتن بتساوي وزن الجسم في واحد على عشرة. نرتدي الملابس الصوفية السقيلة في الشتاء. لانها رضيقة التوصيل للحرارة فتقل من اه اجسامنا للحرارة. ترك مسافات مناسبة بين قطبان السكك الحديدية. ليه? علشان خاطر تسمح لقطبان السكك الحديدية بالتمدد. علل وجود اختناق في بداية الترمومتر الطبي. لجعل الزئبق لا يعود الى المستعودة قبل قراءة الترمومتر. يفضل استخدام الزئبق في صناعة الترمومترات لانه سائل فضي اه يرى بسهولة خلال الزجاج اه وهو جيد التوصيل للحرارة ويتمدد بانتظام. علل التدريج السليزي اه ليس هو الوحيد للترمومترات اه لوجود انواع من التدريج مثل الفهرنهايتي اه اتنين وتلاتين فهرنهايت ومتين واتناشر فهرنهايت درجة. في البلاد الباردة اه تصنع النوافذ الزجاجية من لوحي اه بينهما مسافة. لان الهواء مادة رضيئة التوصيل للحرارة فتقلل كمية الحرارة المفقودة. يجمع الاكسوزين اه بازاحة الماء لاسفل. ايوه لانه شحيح الزوبان في الماء. يستخدم ماء الجير في الكشف عن ثاني اكسيد الكربون لانه يتعكر عند مروره في نتيجة تكون كربونات الكالسيوم الغير قابل للزوبان في الماء. يستخدم النيتروجين في ملء اطارات السيارات والطائرات لسبات حجمه نسبيا عند تغير درجات الحرارة وعدم سخونته. يستخدم النيتروجين في التبريد لانخفاض درجة حرارته. المصدر الرئيسي لتحضير النيتروجين هو الهواء الجوي لزيادة نسبته في الهواء وسهولة تحضيره منها. تضاف الخميرة للعجين في صناعة الخبز لخروج غاز ثاني اكسيد الكربون اثناء عملية التخمر الذي يتمدد بالحرارة فيجعل الخبز مساميا. عند تحضير النيتروجين يمرر الهواء على نحاس ساخن ليتحد مع الاكسوجين ويختلف جزيء الاكسوجين عن جزيء الاوزون بسبب لان جزيء الاكسوجين اللي هو الاوتو وجزيء الاوزون او سري. يطلق على غاز ثاني اكسيد الكربون القاتل الصامت. ليه؟ لانه عديم اللون والطعم والرائحة وتنفسه يؤدي الى الاختناق وفقدان الوعي. يوجد البيئة من ارتفاع غاز ثاني اكسيد الكربون نتيجة زيادة النشاطات البشرية في احتراق الوقود. لساني اكسيد الكربون اهمية كبيرة لاستمرار الحياة لان النباتات الخضراء تمتصه اثناء عملية البناء الضوئي لتكوين الغزاء وانطلاق الاكسوجين. يعمل الجهاز العصبي كحلقة وصل لانه ينسق وينزم بين الاعضاء المستقبلة والاعضاء المستجيبة. علل يغلف محور الخلية العصبية بطبقة دهنية. يغلف محور الخلية العصبية بطبقة دهنية للحماية وتوليد الطاقة. اصابة النخاع المستطيل تؤدي الى الوفاة. لانه ينظم العمليات اللا ارادية كنبضات القلب وعملية التنفس. اهمية رد الفعل المنعكس بالنسبة للانسان ده للابتعاد بسرعة عن مصادر الخطر لحماية الجسم. شكرا لكم اصدقاء الحلوين وبكده تنتهي مراجعة درسونا النهاردة واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ومع نفهم نتعلم ببساطة.